السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دلوقتي في سؤال يقول ايه هو ال API Application Programming Interface يعني ايه برضو يعني انا ببرمج حاجة جوه البرنامج اللي انا بشتغل عليه تمام؟ بمعنى انت ممكن تكون مثلا انشغال على برنامج ولا يكون مثلا ورد تمام؟ فببرمج حاجات تبقى جوه البرنامج تمام؟ انت مش بتغير في طريقة البرنامج في التعامل او بتغير في الضرار من اللي موجودين لا انت بتضيف الزراير وبتضيف اوامر وبتضيف فوائد وامتيازات للبرنامج طيب يعني على سبيل المثال انا مثلا عندي برنامج زي برنامج الرفت فممكن تعمل انت بقى تقول له مثلا كوبي لما دوس على كوبي يعمل واحد ثلاثة اربعة لما دوس مثلا على الضرار بتاع الاستير يشتغل بالطرار الفرنية لما دوس على كذا فبتضيف كل الحاجات دي حاجات اتبرمجت من خلال ف birthday مثلا هكذا فتضيف الحاجات الشقيقة مثلا تعنيهاいて92 في قائمةية erase وكيقال اريتكي باUM ممكن تضيف زرار او تضيف امر لما تجي ترسم يرسمه بشكل معايا على سبيل المثال انت بتحب لما تحط كولوم ما تتسلمش من نص لأي ترسم من الجنب او يديك اختيارات فتبدأ تبرمج زي فاكرت مثلا ايه مثلا structure انت شايف ان تسليح ضعيف فتضيف حاجة برمجة خاصة تعمل لك تسليح اقوى تمام او بتعمل حاجة خاصة بالكود بتاعك فده بيدي قوة للبرنامج يعني انا باش ببرمج حاجة البرنامج بيعملها لأ بدور على الطريق اخرى لعملها او حاجة هو ما بيعملهش وان نفس انها تتعمل وعمل اقول لهم ان ينادرها في الاصدارات اللي جاية وبرضو كل مرة بيترنشوا عن سبيل المثال يعني في الريفت لو انت عايز تصدر كل الاسكدولات مرة واحدة فمتلاقيش القصة دي ولازم تصدرهم واحد واحدة ولما يصدرها يصدرها CSV او TXT ما يصدرش قسل عطول ولازم انت تفتح وتعمل القصة واحدة عشان تصدر الاسكسيل تمام؟ ممكن انت تعمل بنامج صغير بسيط جدا وموجود كتير يروح مصدرها لك كلها مرة واحدة فده يوفر لك الوقت تمام؟ دي الفكرة من مضوع ABI وفيه لغات برمج كترة جدا بالدعم كل حد بيعمل لغات البرمجة اللي هو مبرمج بيها بيقولك انت ممكن تبرمج من خلال على سبيل المثال برامج البرمج بيقولك موالله ممكن تبرمج بسي شرب ممكن مثلا ريفيت تبرمج بسي شرب بالفجرال بيزيك بالرقو بيه بالتبرمج بالبيسون كل الحالات دي متاحة لكن الامثلة المنتشرة على السي شرب فهتلاقي السي شرب اسهل فالشركة نفسها بتقولك ايه انا عملت شوية برامج انا عايز الناس كلها ايه تزود برامج وتحط برامج ببلاش وحط برامج بفلوس ممكن حاجة تعجبني اروح اضيفها بعد كده عندي في البرنامج بعد ما اتفق مع المبرمج على السعر بتاعها فالموضوع الابي ايه دوت كنز للمبرمجين انه ايه يقدر يضيف ادايا يعني هو بشتسم ايه يعمل ريفيت مدر بديد ممكن يضيف ضرار واحد او اثنين او ثلاثة للريفيت يعني فيه شركة مثلا اسمها ماجي كاب دي متخصصة شركة فيلمدية متخصصة في انها بتعمل حاجات اللي ريفيت ما بيعملهاش يعني ريفيت مثلا ما فيهوش فكرة ان انت تقوله خد لي الغرفة دي وزحها فاير وزحها قهراء لايتينج وهكذا هو يروح اعملها بيبدأ يشوف ايه الحاجات اللي بيش موجودة ويعملها ما بيعملش برنامج منافس لأ ما عمل برنامج بيعتمد على الريفيت مثلا فدي القوة بتاعة الابي اي اي شكرا ios ri